صورة واحدة لا تتركها طوال شهر شعبان وهنيئا لمن داوم على قراءتها والعمل بها قبل أن نتعرف عليها رجع أن ضع لايك لهذا الفيديو وشاركه ليستفيد غيرك فالدال على الخير كفا إليه إخوان كرام قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر وروا اتبرني عن الصحابي الجليل أبي مدينة دارمي قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى يا لم يتفرق حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر وقال ابن كثير في تفسيره قال الشفعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه الصورة لكفتهم أي لو فقهوا معناها وعملوا بمقتضاها لكفاهم ذلك ولصار من عمل بمقتضا ذلك من الصالحين وما أحوجنا اليوم إلى التعمق في فهم ما دلت عليه هذه الصورة المباركة والعمل به ذكر السمعاني في تفسيره اختلاف المفسرين في معنى العصر على أربعة أقوال أحدها الظهر وثانيها العشي وهو ما بين زوال الشمس إلى ميلها عن وسط السماء وغربها وثالثها صلاة العصر المعروفة ورابعها عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأما الظهر فهو الزمن الطويل فإن حمل المعنى عليه فإنما كان القسم به اجتماله على أصناف الغرائب وتبدل أحوال الناس إلى غير ذلك ومن قرأ التاريخ نظر في تقلبات الأزمان بأهلها وكم ذل في الأيام قوم وعز آخر وكم أبيدت دول وانكسرت ملوك وما آلت إليه أمور الطغاة وصارت إليه أحوال الصالحين لرأى عجبا فكان الجدير به أن يعتبر ويتطعد وإن حمل العصر على معنى الأشي وهو آخر النهار فذلك وقت يجتمل على آخر النهار وأول النهار قال المترد في تأويلاته تقول العرب لا أكلمك العصران يريدون الليل والنهار وفي مرور الليل والنهار مرور الظهور والأزمنة لأنهما يأتيان على الظهور والأزمنة وما فيهما ولا شك أن تلتيب الليل والنهار على هذا النسق الذي لا يتخلف دليل ظاهر على كمل قدرة الله تعالى فمن تفكر في صفور الزمان وكر الليل والنهار دله ذلك على عظمة الخالق الجبار وإن حمل المعنى على صلاة العصر المعروفة كان القسم بها لفضلها قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والوسطى هي صلاة العصر فقد روى الترمدي وغيره عن عبد الله بمسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر ولو حمل المعنى على عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان القسم دليلا على شرف ذلك العصر ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن عبد الله سعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والقرن مئة سنة ومعروف أن صفوة الناس بعد النبي كانوا في تلك العصور وليس استخفى فضائل السلف وهم أهل القرون الثلاثة الأولى الربح والخسران وإذا أقسم الله بشيء دل القسم على شرف ما أقسم سبحانه به وقد أقسم ربنا بالعصر على أمر عظيم وهو إن الإنسان لفي خسر والإنسان اسم جنس وهو عام ولذلك صح الاستثناء منه والخسر هو الخسران أي الهلاك والعقوبة فالناس في خسران إلا الذين استثنهم الله تعالى وهم الذين آمنوا بالله ورسوله فصدقوا بما جاء به الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام عن ربهم وعملوا الصالحات أي الطاعات ابتغاء مرضات الله تعالى وتواصوا أي أوصى بعضهم بعضا بالحق وهو الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وهو الخير كله من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإقرار بكل ما جاء به الأنبياء الكرام عن ربهم وتواصوا كذلك بالصبر أي على طاعة الله تعالى لأن أداء الواجبات واجتناب المحرمات لا يتم إلا بالصبر وتواصوا كذلك بالصبر عن البلاء وما أكثره اليوم وقد جاء في كتاب تسلية أهل المصائب لشمس الدين المنبجي عن أمير مؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الصبر ثلاثة صبر على المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية ولأجل ما في هذه الصورة من المراتب التي باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله ومنها معرفة الحق والعمل به وتعليمه من لا يحسنه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على التعلم والعمل ومجاهدة النفس بكفها عن هواها كان حقيقا أن من تذبرها كفته فمن أمضى دنياه في ما لا خير فيه وأفنى أيامه في معصية الله ذهب عمره سدى ولا يزال في ضعف ونقص حتى يموت وتلك الخسارة الكبرى التي يتعرض لها أكثر الناس أما المؤمنون الصالحون فإنهم وإن ضعف تبدانهم تبقى هممهم قوية على العمل بمقتضى ما أرشدت إليه هذه الصورة فهم داخلون تحت ما رواه مسلم عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته دراء صبر فكان خيرا له وكم يرى اليوم حاجة المجتمع ملحة إلى الأمل بمقتضى التوصية بالحق والصبر حيث بتنا نعيش في زمن أعرض فيه أكثر الناس عن آداء الواجبات واجتناب المحرمات وانغمسوا في الإثم فقل أن تجد ملتز من يرعي حقوق الله وحقوق عباد الله وقل كذلك أن تجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المكر وربما استأزأ بك البعض إذا رأوك تتق الله ولا تتعدى حدود الشرع واتهموك بالتخلف والحقيقة أن التخلف في عقولهم لا في المتدين وهذا من أعظم مبتلين به اليوم بخلاف ما كان عليه الحال وزمن السلف الصالح ومن بعدهم إلى زمان طويل حيث كان الأخ يعاون أخاه في الخير والصاحب ينصر صاحبه في الحق أما في زمننا هذا فربما عاد الأخ أخاه وتصدى الصاحب لمحاربة صاحبه طاعة للشيطان ومعصية للرحمن وكم نرى في الناس اليوم أن يأمر بخلاف ما أرشدت إليه هذه الصورة فإذا بأحدهم يحث غيره على الشر ويكون عون له على الإثم والعدوان وتراه في نفس الوقت يتصدر المجالس بالكلام الحسن والدعوة إلى الفضائل ومكان أخلاق وحالي بمن كان هذا حاله بل وبنا جميعا أن نعمل بقول إمامنا الشافعي في شأن هذه الصورة لنكون على المستوى المطلوب في بناء مجتمع صالح متماسك في عصر قل فيه الأخ الشفوق والصديق الصدوق والحمد لله أولا وآخرا قف عن الله وإياكم بما سمعنا وصل الله وسلم وبرك عن بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم ورحموا واغفر لكل من شارك هذا المقطع إخواني كرام إذا أتممتم هذا الفيديو إلى آخره فلا تبخلوا بوضع إعجاب له وشاركوه ليستفيد غيركم من المسلمين فالدال على الخير كفاعله وتركوا تعليقا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر وقال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنالوا شفاعته يوم القيامة بإذن الله تعالى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة